اختتمت القرية العالمية احدى اكبر منتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الاولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة موسمها السادس والعشرين في السابع من مايو الفين واثنين وعشرين حيث استقبلت عددا قياسيا من الزوار بلغ سبع فاصل ثمانية مليون ضيفا في قلب الروائع منذ انطلاق موسمها في السادس والعشرين اكتوبر الفين وواحد وعشرين وجاء ذلك تزامنا مع الحركة السياحية النشطة التي شهدتها دولة الامارات كوحدة من اكثر الوجهات العالمية اقبالا مع توافد ملايين الضيوف اليها لزيارة اكسبوه عشرين عشر دبي وايتاحة الفرصة للضيوف للاستمتاع باحتفالات عيد الفتر السعيد لاول مرة في تاريخها